إن ضوائق الأمور التي تنزل بالناس تكشف معادنهم وتبين مكنونات صدورهم فمن الناس من يقابل البلاء بالصبر فيكون مأجوراً على صبره موفقاً في طريق الخروج من ضائقته ومنهم من يقابل الضوائق بالجزع والضجر وبالتأفف وسيء القول والعمل فهؤلاء لا يزيدهم ضجرهم ولا ضيقهم إلا سوءاً وشراً والمؤمن بصير بما يخرجه من الضوائق بنور كتاب الله عز وجل الذي يتلوه ويسمعه صباح مساء والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم يقول جل وعلا وبشر الصابرين أي على ما أصابهم مما يكرهون